اهلا بحضراتكم مرة تانية يمكن من خلال متابعاتنا هنا في المحترف وموسم الانتقالات خاصة في البريمير ليج طبعا كلنا بنتكلم على هالند المنطقل من بروسيا دورتنطن للمان سيتي وبنتكلم على نونز طبعا اللاعب الوافد الجديد من الدوري البنفيكي للبريمير ليج عشان نتابع بالزبط ليه المان سيتي اختار هالند وليه يوجد طلب اختار نونز اكيد هيشرح لنا واحد متخصص في الاناليز ومتخصص في السكاوتينج وبنشوف دايما الصورة من خارج الصندوق بنرحب بيدفنا النهاردة محمد الباز مساء الخير عليك يا محمد منورنا مساء الخير كابتان هاني الحمد لله تمام طبعا انت متابع كل الاجواء وكل الحديث على هالند خلينا نبدأ به لان كان كل منتظم مباراة طبعا الدرق الخيرية ما بين ليبربول والمان سيتي وكل كان كل الانظار على هالند بعد المباراة خرجت صورة مختلفة شوية بعض الناس بتقول مش هو ده المنتظر من هالند في بعض الناس تانية بتقولك لا لسه ما عندوش الفرصة الكاملة والتاكتك بتاع لسه لسيتي ماخدان مش هالند انت شايف هالند ازاي من رؤيتك انت الشخصية ووجوده في البريمير ليج صحيح هالند المفترض انه يكون اضافة قوية جدا لعنصر التهديف عند المان سيتي زي ما قلنا ان المان سيتي العام الماضي تسعة وتسعين هدف يعني اقوى خط وجوم في الدور الانجليزي وطبعا خسر خمسة او ستين فرصة محققة هالند الهداف اللي بيحز الهداف من انصاف الفرص دايما متواجد جوه البوكس في رقم ستة رقم تسعة في منطقة الستة دايما بيعرف ان هو يتحرك ما بين الهاف سبيس ما بين السيرد باكات ما بين اللاعبين بيخلق نفس المساحات هالند بيعمل شجل مختلف تماما تماما في البونس ليجا شفناه مع بروسيا دورتموند المشكلة اللي كل الانتقادات اللي طلعت بعد المباراة الدراءة الخيرية ان هالند ما ظهرش بالصورة المسلأة اللي كانت متوقعة للنس منتظراء عليها لا هالند هيكون فيه مشكلة مع التاكتك وفلسفة جوارديولا ودي حقيقة ولكن النهاردة احنا حنبين هالند عمل شغل كبير جدا في المباراة ما خدمش عليه تاكتك جوارديولا وهنا فيه المشكلة لإما جوارديولا يغير التاكتك بتاعه لإما هالند يبدأ ان هو يتكايف بسرعة ومع التغيير اللي حصل بوجوده مع كتيبة المنظومة لمن سيتي في حال تغيير هالند لطريقة لعبه خليني قبل ما تكلم انت من وجهة نظرك هو ليه ما ظهرش كده يعني بعض الناس بتتكلم ان هالند طريقة اللعب اللي لعب بها يعني المان سيتي أمام ليبر بول مش هتخدم هالند لان هالند بيعتمد على السرعة والقوة وده مش اسلوب بيب انت شافت ازاي التكايف هيبقى ازاي الفترة اللي جاية المشكلة هنا وقفت بشكل واضح وصريح عند نص الملعب الخاص بمن سيتي في نقل الكرة السريعة لهالند وده المشكلة اللي احنا شفناها تاكتكين على أرض الملعب دايما دي بروين كان يمسك الكرة يبص على سيلفا أو سيلفا يمسك الكرة يباصي لدي بروين وده دايما مع رودري الكومينيكيشن ما بينهم هما التلاتة في نص الملعب ده كان بيعطل الكرة ويعطل الهاجمة السريعة اللي المفترض ان هالند في حالات زي ديك دايما بيخلق نفس المساحات دايما بتحرك دورتمون موظم اهدافه كرة من وراء الديفنس بيستخدم قوته وسرعته وزكاة وبيحرز اهداف يعني صحيح فهنا التوليف اللي حصلت ما بين حتى دي بروين وما بين هالند ما كانتش على المستوى العالي ما كانوش قريم بعض بشكل كبير جدا فدايما كان دي بروين يبص حتى في شوء تاني على فودين يبص الكرة بكرة اطراف اكتر ولكن لو كان ركز مع تحركات هالند في العمق او في الهاف سبيسيس او ما بين السيرت باكات كان هيكون فيه خلق فرص اكبر لهالند وكان ممكن يحرزه اهداف اكتر وده اللي حنعرضه النهاردة تحركات هالند للأسف ما حصلش الكونيكسن زي ما بقولنا ما بين طبعا التلاتة اللي بلعبه خلف هالند زي ما قلنا سواء كان دي بروين او حتى رودري او حتى كان معهم سيلفا هنا المشكلة اللي احنا كنا شفناها واضحة وصريحة في مباراة الدر الخليجة امام ليفربول ممكن نقول ان هو خلاص بقى لهم اكتر من سنتين بلعبوا بنفس الطريقة وبنفس الطريقة وديزوس كمان المفروض ان هو راس حربة اساسي كان بيلعب على الاطراف وفترة كبيرة ما كانش المان سيتي بيلعب براس حرب تارجت تسعة وجود تارجت اللي هو تارجت تسعة يعني هالند مايلعبش على الاطراف ولا يلعب على الجنب ولا ينزل السلم ده الراجل ده عنده قوة وصرعة كبيرة جدا ومستني الكرة اللي خلف المدافعين هتبقى مشكلة ولا انت من خلال رؤيتك هتتحل من خلال تغيير التاكتك بشكل عام خاصة فاصل الملعبين انا شايفنا هتتغير او هتتغير بشكل اسرع يعني احنا دلوقتي عايزين نعرض نشوف اللي كان بيحصل بالزبط في ماتش ليفربول يعني مثلا معنا اول حالة طبعا انتلقات سيلفا زي ما قلنا دائما بيخش له هالند في النص جنبه دائما دي بروين احنا لو هنحرك الصورة هنشوف المساحات دائما يعني نقف هنا كابتن هاني ده اللي شوفناه مع بروسيا دورتمون دائما هالند بيخش في المساحات دائما بيخلق لنفسه مساحة واسعة كبيرة جدا لابد على سيلفا او دي بروين هو يرميله كرة في امامه حتى شوفنا كذا حالا هو بتريم الكرة في خلف هالند طبعا ما بيعطلوه المتعرف عليه عشان تلعب مع هالند عشان تكسب هالند وتكسب اهداف اكثر لازم تلعب الكرة في المساحات يعني كمان نقل السرعة من الحالة مش هقول الحالة الدفاعية لانه هو خلاص يستحوز لوقتي لكن دائما الستي كان متعود على حتى عملية الاستحواز زيادة شوية وعدم الرؤية في الرؤية الامامية فاللقطة دي بيتبين ان لو طبعا سيلفا لعب الكرة حتى من وراء المدافعين مع سرعات هالند كان ممكن نشكل خطورة فعشان كده لسه فيه هنا تلعبت الكرة وتلعبت طبعا ببطء بعد خلاص وتلعبت مش بشكل صحيح احنا قلنا ان كان فيه مساحة كبيرة جدا تلعبها قدام وهو ده تاكتيك بتاع هالند عايز تكسب هالند عايز هالند يخدم على المنظومة ويحرص اهداف اكتر لازم تلعبها بالطريقة ديت هنا الكرة ديت مثال واضح ان تم لعب الكرة ببطء طبعا ما تحطتش في المساحة امام هالند اللي هو بقوته وبسرعيته كان يقدر ان هو يخش ويواجه المرمى لو هنكمل الصورة اللي بعدها هنشوف ايه اللي حصل نشوف في كابتناني خلاص بدأ طبعا فاندايك يخش في الصورة خلاص يعني عوبال ما يستلم اتقفل عليه لو نشوفنا بعد كده بالرغم عن كده بالرغم عن كده يعني دي خلق فرص التهديف بالرغم ان الكرة تأخرت شوية بالرغم ما كانتش قدامه يعني لو كانت قدامه كان داس عليها وراح لان حتى يعني فاندايك مش لعب سپرينتر بالرغم عن كده عمل كنترول لكن طبعا اتحطت والحرس المرمى مساكن